أكد عدد من المشاركين في المؤتمر الاقتصادي خلال اللقاء خاص لتلفزيون المصري على أن المؤتمر أعطى حلولا عملية من أجل نمو الاقتصاد وتحقيق تنمية المستدامة هذا وشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين تلت أيام الحقيقة كان فيها جرعة مكسفة من الأرقام والإحسايات زي ما قلنا والانتهت النهاردة بجلسة ختمية تكاد تكون الأعظم من حيث المكشفة والمصرحة والخطاب اللي قدل بيه السيد الرئيس اللي خليني أقول إنه هو تكلم فيه من القلب وشرح فيه مجموعة من الملابسات ومن الكواليس اللي ما كانتش معروفة للكتير من الناس ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو يعني وضع يده بشكل حقيقي على مكامن التي تحتاجها الدولة المصرية في هذا التوقيت والضرورات الحياتية للمواطن المصري هناك تكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني بكل تأكيد في مختلف القضايا تقدم المهر الاقتصادي للحوار الوطني بتمن أسئلة حول تمن قضايا إلى إدارة المؤتمر الاقتصادي وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة المؤتمر بالرد عليها وبالفعل تم تقديم الإجابة للحوار الوطني هذا المؤتمر أعطى بعض الحلول العملية لوضع الاقتصاد في مصاري للنمو ولفرص العمل والتشغيل وأيضا التعامل مع التحديات العالمية الراهنة وانعكستها على الاقتصاد المؤتمر الاقتصادي أولا مشاركة فيه الأحزاب السياسية بس نذكر فيه كل فئات المجتمع رجال المال والأعمال رجال الاقتصاد رجال الصناعة اتحاد الصناعات النهاردة كان يوم ختامي بيعلن بعد ثلاثة أيام اجتماعات متواصلة يعني مبارح كان فيه 11 اجتماع مرة واحدة تمهم بالأمس في شتى المحاور بتاع الاقتصاد النهاردة كان اعلان التوصيات فأعلن تم تكليف دكتور ديق رشوان بما انه هو مسك المنصق العمل للحوار الوطن انه يعلن توصيات اللي هي النهاردة اعلن سيد رئيس الوزراء الموافقة على التوصيات التي خرج بها الحوار اللي هي في مجال سواء في مجال السسمار سواء في مجال سياسة ملكية الدولة اشتركوا في القناة